على الأرض قصفت قوات الجيش السوري مناطق تابعة لفصائل معارضة في درع البلد وفي بلدة الحراكبر في الشرق لدرع وذكرت مصادر السورية له لم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية وقد عزت القوات السورية من وجودها العسكري في محيط المنطقة يأتي ذلك رغم التحذيرات الأمريكية أمس من اتخاذ إجراءات صارمة في حال انتهاك اتفاق وقف اطلاق النار في درع وذلك غدا تألقاء الجيش السوري منشورات فوق المحافظة الجنوبية تحذر من عملية عسكرية وشيكة